التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وأضاف وزير الخارجية أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن هي نتيجة العجز المخزي لمجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة مذكرا بأن مصر حذرت برارا وتكرارا من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط هذا وأكد وزير الخارجية أن عودة الاستقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوسط مرهون أساسا بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 ووقف الحرب في قطاع غزة وخلال الجلسة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العجز أمام مواجهة الوحشية في قطاع غزة بما في ذلك عجز مجلس الأمن الذي يجسد الإرادة الدولية هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد من جانبه دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيم قاطي مجلس الأمن للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وقال ميقاتي أن المستشفيات اللبنانية تعج بالمئات من المصابين المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال واعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تقوض كل جهود التهدئة وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وخلال الجلسة أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن لبنان أصبح على حافة الهاوية وأن أكثر من تسعين ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب مشددا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية وأن تتمتع الدولة بالسيطرة الكاملة على الأسلحة في البلاد وقال الأمين العام أنه لا يمكن أن تتحول لبنان إلى غزة أخرى من جانبه أكد جانويل بارو وزير الخارجية الفرنسية أن الوضع في لبنان اليوم يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لاستماح ببدء المفاوضات وخلال الجلسة أيضا أكد أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري أن ما يتعرض له لبنان اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنخسختها إسرائيل من قطاع غزة وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى مشيرا إلى أن الشرق الأوسط بحاجة لتضافر جهود الجميع لتجنيب هويلات حرب شاملة تلوح في الأفق القريب ميدانيا تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف العنيفة على طور الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات النبيشيت ويونين وعلي النهري والعين بالبقاع شرق لبنان بينما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رامية وكذلك قصف بالمدفعية الثقيلة ثكنة برانيت شمال إسرائيل في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا وإصابة المئات في الهجمات الإسرائيلية على لبنان دعت وزارة الخارجية الرعاية المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى في ضوء تطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان كما حثت الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وأصيب أخرون في قصف لطيران الاحتلال على منزل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما أصيب سبعة فلسطينيين في استهداف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع رياضيا خاض فريق الزمالك الميران الأول في الرياض استعدادا للسوبر الإفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة وأدى لعب الزمالك فقرة خططية خلال الميران شهدت التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللاعب في لقاء السوبر الإفريقي هذا وقد وصلت بعثة فريق الأهلي للرياض لخوض نهاي السوبر الإفريقي أمام الزمالك والذي سيقام على استاد أرينا